يا مساء الخير على كل منشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الترند حلقة في أول الأسبوع تبقى دايما حلقات مهمة أخبار كتير جدا متعددة بتكون معانا على مدار فقرات حلقات الترند المختلفة وبشكل معتاد جدا على مختلف الأصعيدة سواء صعيد المحلي صعيد العالمي وقبل كل ده كل جديد يخص تعلق بين ندينا الحبيب النادي الأهلي هنتكلم عنه بتفاصيل وكواليس كتير جدا بالتحديد في هذه المرحلة الهمة اللي بتصبق بداية موسم منتظر ومرتقد من قبل جماهير النادي الأهلي إن شاء الله يكون مليء بتحديات مهمة يقدر من خلالها النادي الأهلي يحقق مختلف الأرقاب اللي بينتظرها الجمهور كما هو المعتاد فبالتالي عندنا كلام كتير جدا جدا مهم سواء فيما يتعلق به جانب يخص معلومات أو كواليس بتخص النادي الأهلي أو بعض القضايا أيضا أيضا اللي بتخص النادي الأهلي أكيد هنعلق عليها ونتساءل بعض الأسئلة المهمة من خلال جزء لاحق في الحلقة فتابعونا لحظة بلحظة لكن الأكيد والأهم إن حضراتكم دايما تتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وانستجرام بخصوص سؤال حلقة اليوم والسؤال بيتعلق به الفريق الأول لكل صدقه بتحديد الجهاز الفني وكلر وتوقعتكم ليه التشكيل الرسمي الأول للنادي الأهلي في أول مباراة في الموسم الجديد أمام فريق الاتحاد المنستير الجزائي التونسي إن شاء الله بإذن الله يوم تسعة من الشهر اللي ابتدى النهاردة شهر أكتوبر إن شاء الله تكون انطلاقة وبداية مهمة جدا للموسم بشكل عام وأيضا بالتحديد في بطول الدوري أبطال أفريقيا الجائبة الموسم الماضي فقط عن النادي الأهلي إن شاء الله يستعيدها الفريق وترجع دولاب البطولات كالعادة بإذن الله تعالى لكن الأهم دايما والبداية بتكون بأبرز العنوين تعال نشوف في تريند الأهلي الفريق راح من التدريبات لمدة 48 ساعة وفي تريند المحلي فيتوريا يطلب ودية ثانية في نوفمبر وأخيرا المغرب تقترب من استضافة أمم أفريقيا 20-25 طيب النهاردة عودة البريمير ليج وأيضا بعض المباراة في مختلف الدوريات الأوروبية خلينا نبتدي بالبريمير ليج ومباراة الدوري الإنجليزي ومباراة عديدة أكيد منصيرة كالعادة في هذه البطولة القوية للغاية أول مباراة كتساعة واحدة ونص أرسنال فاز على توتنام هاتسبر بنتيجة ثلاثة واحد ويواصل صدارته لبطولة الدوري الإنجليزي بغض النظر عن مباراة ليستر سيتي غدا أمام منشستر ينايتد وطبعا دي قمة الجولة بكل تأكيد مباراة بكرة هتكون الساعة ثلاثة العصر في هذه اللحظات بتجرى عدد من المباراة بالتحديد خمس مباراة في الجولة الحالية بورموس مع برينتفورد الشرط الأول انتهى 0-0 المباراة دي كلها بتدت ساعة أربعة كريستال بلس مع تشيلسي واحد واحد فولم خسران من نيو كاسل 3-0 وفولم مطروض من عندهم لاعب عطاق الشالوبة اللي جاي أعارة من تشيلسي وليفر بول مع برايتون ليفر بول بيترنح في الحقيقة وأداء سيء للغاية بالتحديد على المستوى الدفاعي وأيضا المستوى الهجومي وفيه شغل كتير جدا الشرط الأول في الاثنين واحد لبرايتون اللي تقدموا بهدفين وهي بعد كده صنع صلاح هدف لفرمينو وكان مشكوك فيه صحيته بسبب التسلل لكن أقره حكام الفر وفعلا هدف صحيح 100% لكن ننتظر الشوت الثاني ونشوف ليفر بول حيعمله إيه والشوت تقريبا أنه بيبتدي في اللحظات دي وأنا بتكلم معكم كمان المباراة الأخيرة في التوقيت ده هي مباراة ساوست هامتون مع إيفرتون وتعادل السلبي بدون أهدار النهاردة كمان فيه مباراة أخرى في الدوري الإنجليزي هتكون الساعة 6 ونص ما بين ويسترام يونيتد وويلبر هامتون مباراة مهمة جدا بكل تأكيد وفي الحقيقة كل المباراة في الدوري الإنجليزي كلها مهمة بصراحة ساعد نروح لدوري تاني وهو الدوري الأسباني نهاردة أيضا فيه عدد من المباراة قادش مع باريال ده مطش خلص بالتعادل السلبي بدون أهدار وأيضا ختافي بيلعب دلوقتي مع بلد الوليد اثنين اثنين التعادل الإيجابي لسه مطش مخلصش وشبليا ساعة 6 ونص مع أتلتكو مدريد وريال ميوركا مع بارشلونا الساعة 9 بالليل مباراة اليوم كمان في الدوري الفرنسي سترازبورج حيلعب الساعة 5 دلوقتي بالضبط بيبتدي المطش مع رين الفرنسي وأيضا بريستان جرمان مع نيس ديمو وراحة تكون الساعة 9 بالليل مباراة اليوم في الدوري الإيطالي نابولي فاز على تورينو بنتيجة 3-1 انتر حيلعب روما مطش قوي قوي الساعة 6 انبولي مع الميلان الساعة 9 الروح دي أهم وأبرز المباراة في مختلف الدوريات الأوروبية تحديدا وأكيد مباراة كلها مهمة على صعيد المدية والإصارة والقوة والمتعة بشكل مؤكد وده اللي احنا دايما منتبع من خلال الكورة في أوروبا وبالتحديد الدوري الإنجليزي بصراحة لا يعل عليه خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نتكلم في بعض الملفات المهمة جدا اللي بتخص النادي الأهلي نطمن جمهور النادي الأهلي نرد على بعض الأقاويل اللي انتشرت خلال الفترة اللي فاتت ونتساءل أسئلة مهمة جدا فتفاصيل كتير بعد الفاصل بالتحديد في الفقرة اللي جاية استنونا أهلا بحضراتكم مرة تانية في الحقيقة في أكتر من جزئية مهمة جدا لازم نتطرق لها ونعلق عليها ونتكلم فيها بتفاصيل كتير جدا أول حاجة ما نصب على لسان الكابتن طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق امبارح بالتحديد من خلال فيديو مصرب أو تسجيل صوتي مصرب وتصرحات على لسانه خطيرة للغاية تجاه النادي الأهلي وبعض الأندية الأخرى وبعض الاتهامات الاتهامة بشكل علني رغم علمه بأن كلامه في الروم دي اللي على كلاب هاوس في إحدى التطبيقات أن الكلام ده مسجل هو عارف كده كويس جدا فهنا بلاغ للجهات المختصة بلاغ للجهات المختصة فيما نصب على لسان الكابتن طارق السيد لاعب نادي الزمالك السابق وأنا هقول لحضراتكم بالضبط إيه اللي تقال لأن الكلام ده خطير وممكن يأدي الفتنة كبيرة جدا جدا بين الجماهير وده محدش يتمنى إطلاقا ولا حد يقباله ولا حيحصل بإذن الله تعالى رغم وجود بعض الشخصيات اللي مش عارفة ومدركة مسئوليتها بما أنهم نجوم سابقين في القرط اللي القدم ومش مدركين أبعاد اللي بيقولوه فلازم يبقى فيه وقف فده بلاغ للجهات المختصة قال إيه كابتن طارق السيد قال يا جماعة هو كان موجود عشان الناس اللي مش متابعة الموضوع لأنه أصلا ده كده كده تريند أنا أكيد كل الناس تابعة القصة يعني خلال الساعة اللي فاتت كابتن طارق السيد قال أنه في روم كان على كلاب هاوس مع جامير نادي الزمالك قالوا له إيه رأيك والموسم الجديد والأهلي والإسماعيلي وكلام من ده قال بعض الاتهامات خطيرة جدا انتجاه نادي إسماعيلي ورئيس نادي إسماعيلي مش إحنا المنوطين إن احنا نتكلم عنها نادي إسماعيلي نادي كبير ياخد حقه من الطريقة اللي هو شايف لو شايف أنه يعني فيه اتهامات ظالمة تمام لكن فيما يخص النادي الأهلي واتعلق بالنادي فقال لك إن فيه الفترة الجاية تحجيم عن نادي الأهلي والأهلي مش هيربع قوي زي زمان وفيه أمور بتحصل مش هينفع أقول عليها ده كلام مين على لسان مين الكابتن طارق السيد مش إحنا اللي بنقول ده الكابتن طارق السيد فيه أمور قال كده فيه أمور بتحصل تجاه النادي الأهلي مش هينفع نتكلم عنها وفيه تحجيم خلال الفترة الجاية حيحصل للنادي الأهلي ده اللي حيخلي الأهلي مش هيكون بقوته زي زمان طيب هنا السؤال بقى جماعة لا قولوا لنا كابتن طارق السيد تمام مجبر أنه يوضح تصرحاته ويجاوب على التساؤلات اللي بقت في أزهان كل الجمهير بمختلف انتمائته أهلوية وزمالكوية يسمع علوية كل الناس كامل احترام لشخصه تمام لكن في كل الأحوال كلام خطير جدا قاله كلام خطير جدا قاله هل بقى هو عايز يقول ويقر بأن الأهلي خسر بطلتين دوري السنتين اللي فاتوا بسبب هذه التوجهات على حد تعبيره ضد النادي هل هو عايز يقر بأن التحكيم كان دور أساسي في فقد النادي الأهلي لللقب آخر سنتين احنا كنادي أهلي أو جماهير النادي الأهلي ما بنعلقش الشمعات دايما بنجيب اللقم على نفسنا عشان نتطور ونبقى كويسين وزي الفل رغم الإكرار والتأكيد على أن الأهلي تعرض لظلم كبير جدا خلال الموسم اللي فات ولا قبل مش بس الموسم اللي فات على مستوى التحكيم بخلاف العامل الأخرى بخلاف التقسير اللي أكيد كان موجود من داخل الفريق بتاعنا نفسه زي ما قال كده كابتن محمود الخطيف في كلمته الأخيرة من فترة على قناة النادي الأهلي قالوا في عامل كتير أساسي بس احنا برضو ممكن نكون مقصرين بشكل أو بآخر ودي بداية دايما التطوير والإصلاح لأي سلبيات ممكن تكون عندك وهي دي ثقافة النادي الأهلي وجماهير ومنظومة النادي الأهلي ما بتجيبش اللوم على حد بتجيب دا من اللوم على نفسك لما بيبقى فيه إخفاق عشان تبقى أحسن وهو دا الصح لكن بما أنه في ناس بتأكد إن ممكن وإحنا طبعا بنشك في كده دا مؤكد يا إحنا بنشك أصلا في كلام الكابتن طريق السيد ولو الكابتن طريق السيد بما أنه بيأكد إن الأهلي فيه توجه ضده وفيه كاليسم شعينفق يقولها تبقى لمعلومات عنده وأنا أشك إنه عنده معلومات من الآخر يعني تمام فكده يبقى الموضوع خطير للغاية وده في كل الأحوال هيؤدي الفتنة نابين جمهورين كبار جدا لهم كل التأدير والاحترام جمهور الأهلي وهو الغالبية العظمى في مصر جمهور نادي الزمالك وهو جمهور كبير جدا فلازم يكون فيه تحقيق ومش هنبلي أي حاجة على أي حد يعني لكن في نفس الوقت كلام خطير لازم يتوقف عنده ونعرف قصد الكابتن طريق السيد إيه لازم فحننتظر لأن القصة خطيرة جدا وحتة تحجيم النادي الأهلي دي لأ مش مقبولة مين هيحجم النادي الأهلي بالملاسبة يا جماعة لو الكابتن طريق السيد قصده وركز معايا في الكلمة دي لو الكابتن طريق السيد قصده إنه هو يخلي جمهور الأهلي يغضب ويدخل في نفسهم الشكوك في اتجاه معين عشان يبقى فيه مشكلة كبيرة جدا فطمن يا كابتن طريق ده مش هيحصل النادي الأهلي مؤسسة كبيرة في الدولة جمهوره جمهور كبير جدا وواعي وزاكي للغاية لو أنت عايز تخلي الأهلي يمشي في سكة المؤامرات لا ده مش إحنا مش إحنا اللي حنمشي في سكة المؤامرات مش الأهلي لو ده هدفك من كلامك فدي جزئية مهمة وبلاغ للجهات المختصة فيما نصب على لسان الكابتن طريق السيد تسجيل صوتي مصرب ومنتشر على سوشيال ميديا أدي الترند الأولاني خلال الساعات اللي فاتت الحاجة التانية المهمة جدا للأسف الشديد للأسف الشديد كل فترة تلاقي واحد من المحسوبين عن نادي الأهلي رغم أنه ممكن يكون ملاعيبش فترة كبيرة ممكن يكون لعب سنتين ثلاثة كلام من ده بس ما فيش مشكلة طواما كنت نجمي في النادي وقدرت أن انت تعمل مجهود كويس وكلام من ده آه مش جبتش بطاك كتير أو كلام من ده بس برضه انت محسوب عن نادي الأهلي لكن في نفس الوقت مش أي حد يا جماعة محسوب عن نادي الأهلي فهو ملم بمبادئ وقية من نادي الأهلي مش شرط خالص مش شرط خالص لكن مش كل واحد وكامل احترام من كل الشخصيات بالمناسبة لكن مش كل واحد نفسه يشتغل جواه نادي الأهلي وشاف أنه هو مالوش دور خلال السنوات اللي فاتت كلها وكلام من ده يطلع يقعد يقول كلمتين بقى ما لهمش أي لازمة ومش وقعين ومش موجودين أصلا يقول لك إيه أصل الأهلي آخر سنتين مش عاجبني فيه حاجة ما فيش حاجة بتتعمل لا أنت بقى مش واخب بالك بقى أو أنت مش متابع أو أنت عندك توجه أو أنت عايز تقول كده أو أنت مبسوط أنك بتقول كده أو ليه غرض ما أو أنت حاسس أو شايف من وجهة نظرك إنك كل ما هتقول كده الأهلي هيشغلك لا لا تمنى الناس كلها يا رب تكون يعني بتحقق أحلامها في ناس وقت تشتغل جواه نادي الأهلي برا نادي الأهلي أي كلام ما فيش مشكلة خالص يعني تمام؟ لكن في نفس الوقت لو أنت فاكر إن بالأسلوب ده أنت حيكون لك مكان جوا منظومة النادي الأهلي سواء مع المجلس الحالي أو مع مجلس تاني ممكن يجي بعديه يبقى أنت بتحلم مش هي دي الطريقة خالص لأن يا جماعة كم النجوم الكبار في تاريخ النادي الأهلي اللي لعبوا في النادي الأهلي ده وسهموا في بطلات عديدة وإنجازات كتيرة وفي نفس الوقت مش موجودين دوا المنظومة لكن بيسندوا وبيدعاوا المنظومة من خارج وهو ده الدور اللي معتاد دايما من جمهير النادي الأهلي ومن كل من هم محسبون على النادي الأهلي لكن للأسف كله قليلة جدا من هؤلاء عايزين بس أن هم يلفتوا النظر لهم وفاكريني أن بالطريقة دي هم كده حيكون لهم دور جوى النادي الأهلي ده صعب جدا بالأسلوب ده صعب جدا فما تقفوش ما تقفوش عند التصراحات اللي زي دي لأنها مش واقعية ومش حقاية ومخالفة تماما للواقع الأهلي آخر موسم مش موفق في بعض البطلات لكن المواسم اللي قابليها مكتسح مكتسح أفريقيا هو الكنج في أفريقيا هو اللي واخد بطلتين أفريقيا وراء بعد اتنين سوبر وراء بعد برزيتين كاس عالم حتى على المستوى الدولي الأهلي بيشرف مصر بشكل كبير جدا فللأسف شديد للأسف شديد مستحيل أن كل أبناء النادي الأهلي يستغلوا في وقت واحد جوا النادي أنت النهاردة مش موجود ممكن بكرة تبقى موجود أنت النهاردة موجود ممكن بكرة تبقاش موجود لكن في الأول وفي الآخر ما تحاولش تخسر جمهور النادي الأهلي يعني لازم يكون فيه ذكاء أكبر من كده بصراحة فدي برضو جزئية من جزئيات المهمة قبل أن أطلع فاصل خلينا أتكلمكم عن نادي الأهلي أنتم مستعجلين عن فاصل ولا ألحق أتكلم عن الفرقة طيب نروح لفاصل سريع بعد الفاصل أرجع أتكلم عن نادي الأهلي واستعداداته للموسم الجديد لأن فيه بعض كمان الأمور المرتقب والمنتظر الإعلان عنها خلال الفترة اللي جاية فاستنونا بعد الفاصل أهلا بحضرتكم مرة تانية خلينا نتكلم شوية على الفرقة بتاعتنا والأهلي واستعداداته للموسم الجديد ويمكن بالتحديد خلال الفترة الحالية الفريق فيه جازة من النهاردة وبكرة تحديدا بعد معسكر كان مغلق وتطبيق لنظام اليوم الكامل على مدار تريبا 8-9 تيام الأهلي كان مركز فيهم من خلال معسكر مميز جدا عن طريق المدير الفني جديد مارسل كولر المدرب السويسري المعسكر ده تخلى له عدد من المباراة الودية أول مباراة كانت قدام بترجات الأهلي فاز 5-1 تجربة أكيد كانت مفيدة المباراة الثانية كانت أمام أسوان الأهلي فاز بنتيجة 2-1 أيضا كانت تجربة مفيدة والمباراة الأخيرة اللي كانت يوم الخميس كانت قدام طلاقة الجيش والانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف أيضا أكيد كانت تجربة مفيدة للغاية لأن أنت برضو وجهت فريق متكتل دفاعيا قدامك مع مدير فني جديد طبعا فيش تفاصيل كتيرة جدا عن المباراة في إطار السرية والختمان بخصوص استعدادات النادي الأهلي ودي حاجة إيجابية في الحقيقة لكن في كل الأحوال أكيد قابلت فريق عنيد زي فريق طلع الجيش ويمكن في فترة أخيرة إحنا مش بنعرف نكسب طلع الجيش بشكل رسمي يعني دايما بيبقى فيه سوق حظ في أنك تكسب فريق طلع الجيش لكن ده مش مكياس إطلاق لأن البعض برضو تكلم على تعادل أهلي مع طلع الجيش صفر صفر ده ماتش ودي تستعد من خلال وفي مدرب جديد عندك كويس إن شاء في التكتلات الدفعية اللي بتحصل قدامك عملة إزاي عشان يشوف حلول حلول بقى سواء عن طريق اللعيب طبعا الموجودة السوبر اللي عندك أو عن طريق الصفقات الجديدة اللي بتتعاقد معها أو تعاقدت معها فكل هذه الأمور مهمة جدا وإن شاء الله كل الثقة للجهاز الفني واللعبين في الموسم الجديد الفريق واصل تدريباته مبارح حتى بعد الماتش مبارح الجمعة كان مران صباحي بس وبعد كده أخذ كل قرار براحة اللعبين لمدة 48 ساعة النهاردة بكرة فيش تدريبات خالص لكن في نفس الوقت الراجل نفسه بيشتغل حتى شفنا صورة هو منزلها لي على حسابه على انستجرام في إطار دراسته المستمرة لإمكانيات فريق الاتحاد المينستير التونسي في الموبرارة المجبلة اللي هنقبله في دور الـ 32 في بطول الدوري أبطال أفريقيا فالراجل بيعكف على الدراسة بشكل كبير وعلى حسم بعض الملفات الأخرى في كل الأحوال فأنا أتمنى له يا رب كل التوفيق طيب الفريق حيرجع للتدريبات بتاعته بعد بكرة إن شاء الله من خلال مران حيكون وحيد في اليوم مش هيكون بقى اليوم كامل ولا حاجة هيبقى مران العصر ساعة 4 أو 5 للعصر والتدريبات هستمر حتى موعد الصفر اللي بإذن الله هيكون يوم الخميس المقبل يوم 6 أكتوبر وإن شاء الله بإذن الله يكون فيه تدريبين بقى يوم الجمعة والسبت وتلعب المطش يوم الحد بإذن الله على الساعة 4 العصر بتوقيت القاهرة تلاتة بتوقيت تونس طيب آخر حاجة هتكلم فيها بكسوص الأهلي لأن شفنا صفحات الأهلي الرسمية المختلفة على السوشيال ميديا من يومين بالتحديد أو تلاتة كانوا أعلنوا أو نوهوا على إن فيه حاجة هيتم الإعلان عنها فترقبوا خلال الساعة المنقبلة الإعلان عن بعض الأمور المهمة اللي ممكن تكون بتهم أكيد كل جماهير النادي الأهلي ننتظر الأمور في الإطار الرسمي بشكل مؤكد لكن من طامن الجماهير ده الإسبوع الأخير قبل انطلاق الموسم بالنسبة لنادي الأهلي على الصعيد الأفريكي تحديدا فأكيد حيكون فيه بعض الأمور الهمة والأخبار المهمة جدا بالنسبة لجماهير النادي الأهلي فمش عايز الناس تقلق خالص وتابعوا وترقبوا كل هذه الجوانب المؤمنة خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل نرجع نكمل استنم أهلا بحراركم مرة تانية خلينا نروح لترند الأهلي ونشوف أهم وآخر الأخبار وأبرزها على السوشيال ميديا بالتحديد خلال الساعات الأخيرة ونبتدي بحساب يلا كورا على تويتر والذي بيقولوا أن فيه مصدر يلا كورا قال أن مارسل كولر يمنح لعابي الأهلي راح يومي السابط والأحد ويستعلم في تدريبات يوم الاثنين استعدادا لمواجهة التحاد المنفسري وده كلمنا فيه بشكل رسمي طيب برنامج كولر ده كمان من الوطن سبورت وحسامهم على فيسبوك برنامج كولر قبل مباراة الأهلي والتحاد المنفسري إقامة التدريبات عصرا برضو تكلمنا في الجزئية دي الفريق على مدار الفترة اللي جاية بداية من يوم الاثنين بإذن الله تعالى والحد يوم الخميس عندك اثنين وثلاثة واربع الخميس أكيد حيبى مران صباحي قبل الصفر فأنت هتتمرن اثنين وثلاثة واربع الساعة أربعة والخميس مران صباحي وبعدك الفريق يتجه للمطار بإذن الله وبعد كده يسافر إن شاء الله ويوصل بالسلامة لتونس البلد الجميلة اللي منحبها جدك وإن شاء الله يتقلق كمال الأهلي هناك ويرجع بنتيجة إيجابية قبل مباراة الأياب تديك أريحية نوعا ما فده بخصوص برنامج الأهلي خلال الفترة اللي جاية كمان اليوم السابع سواع على تويتر الأهلي يستعين بالترجل استكشاف اتحاد المنستيري قبل مواجهة 9 أكتوبر وده من خلال متابعة كولر لكل كبيرة وصغيرة بتخص هذا الفريق ويمكن اتحاد المنستيري عنده مباراة وده مع فريق الترجل التونسي وده بخصوص إن كده كده الترجل عنده مباراة في دور ال32 دوري أبطال أفريقيا مع تأجيل الجولة الأولى أو تأجيل مباراة الدوري التونسي بشكل رسمي فبالتالي فرقتين استقروا إنه هما يستعدوا للمواجهات المختلفة بالنسبة لهم في دوري أبطال أفريقيا سواء اتحاد المنستيري حيقابل نادي الأهلي والترجل عنده مباراة أيضا مش متذكر اسم الفريق اللي حيقابله لكن في كل أحوال استعادات جيد للفريقين وجيد بالنسبة لنادي الأهلي لو حب إنه هو يتابع أو لو عارف يشوف اللقطات اللي بتخص بهذه أو بتخص هذه المباراة الودي لكن كده كده الأهلي متوفر له عدد من الفيديوهات المهمة اللي بتخص فريق الاتحاد المنستيري اليوم السابع بتكلمه أيضا على الاتحاد المنستيري وتصرحات لأحد مسئولي واللي بيقول طلبنا حضور تسع ألاف مشجع لمباراة الأهلي والفريق مكتمل الصفوف رئيتهم مكتملة الأمور بالنسبة لهم جيدة معهم مدرب مميز جدا بخلاف كمان الجمهور اللي هيحضر أكيد هيكون جمهور قوي لكن في كل الأحوال تسع تلاف على حسب حجم الملعب الحجم بتاع الملعب مش كبير أعتقد فبالتالي ممكن يكون الاستاذ ممتلق بالتسع تلاف دول لكن هنشوف إيه اللي هيحصل فيه هذه المباراة إن شاء الله الأمور تمشي في الشكل أو في الطريق اللي احنا نتمنى طيب قورة بلاس الأهلي أنهى إجراءات الصفر إلى تونس تمام ده أكيد طبيعي يعني إجراءات أكيد هتنتهي والأمور تتحضر والبعثة إن شاء الله بإذن الله هتسافر يوم الخميس برئاسة الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وإن شاء الله بإذن الله بالقائمة اللي هيتم الإعلان عنها من قبل كولر بخلاف البعثة الإعلامية وأيضا الجهاز المعاون وجهاز كولر الفاني وجهاز الإداري والطبي إن شاء الله تكون رحلة موفقة والفريق يرجع بفوز ليه ما يكونش فوز بإذن الله وتكون انطلاقة قوية جدا رغم إن فريق طبعا الاتحاد المينستيري فريق قوي طيب تعال نروح للخبر ده من حساب في الجول ومصدر من الأهلي بيكشف في الجول إن النادي أرسل عرض تاني اللي ضم مارسينو بعد طلب فريق كواساكي فرونتل الياباني زيادة المقابل المادي بغض النظر يا جماعة يعني ده ممكن يكون الله أعلم بقى حاجة حقيقية مش حقيقية إحنا ده هنا هنا بنتكلم في الإطار الرسمي فأي حاجة هنقولها يقولك رسميا قالت الأهلي قالت وإحنا ما فيش حاجة رسمي تلعت من النادي سواء عن طريق النادي أو عن طريق القناة فبالتالي خلينا ننتظر ونشوف لكن مؤكد أن الأهلي ماشي في إطار تدعيم صفوف ممكن يكون مارسينو وممكن يكون فيه واحد كمان وممكن يمكنش فيه حد بس هو مؤكد فيه صفقتين يعني مؤكد صفقتين إن شاء الله بإذن الله خلينا بس ننتظر ورد الحاجات دي تنجح ورد الناية ما تنجحش ورد الأمور تمشي إزاي في كل الأحوال ده خبر ننتظر الرسمي دايما من النادي الأهلي ما فيش أي حاجة رسمي نقدر نقولها لحضراتكم خلينا نروح للوطن سبورت الأسماء المرشحة للخروج من قائمة الأهلي بالموسم الجديد ثلاث لعبين في الصورة كلام هنا عن زياد طارق ومحمد فخري بخلاف صلاح محسن كده كده موجود دبعا في قائمة الانتظار لكن كولر كمان مقتنعة جدا بمحمد محمود ومتولي والتنين موجودين مع الفرقة ومش حيمشوا لكن الوارد جدا توقن للمكتوب في الخبر لأنه برضو ده مش في الإطار الرسمي إن ممكن زياد طارق يخرج أو محمد فخري فخلينا نشوف إلي ممكن يحصل خلال الفترة اللي جاي طيب خلينا نروح لخبر آخر وده من حساب في الجول واللي بيقول إن الكهرباء يقضى على اختبار طبي النهاردة أو بتحديد يوم الاتنين اللي جاي قبل العودة للتدريبات الكهرباء عنده شد عضلي خفيف أو إيجاد عضلي في العضلة الأمامية أعتقد عم أتذكر وإن شاء الله جهد بسيط جدا آه مكتوبة هي العضلة الأمامية جهد بسيط وحيقدر يشارك في التدريبات بعد الاختبار الطبي بإذن الله تعالى يوم الاتنين اللي جايوا كهرباء من اللعيبة المهمة جدا جدا ويستعد بشكل كويس في المرحلة الحالية قبل بداية الموسم يلا كورا بالكلمة عن استراتيجية الأهلي وإحنا اتكلمنا فيها قبل كده بالمناسبة استراتيجية الأهلي في التعاقدات هذا الموسم الأهلي عمل إياه جماعة برضا عشان قصة دي مهمة لازم نقف عندها أول حاجة أنت دلوقتي كنادي أهلي دايما فريق بطل بتحاول تدعم صفوفك تحاول تجيب لعيبة كويسين يكونوا أضافة للمجموعة اللي عندك عشان تكون قايمة قوية جدا تقدر من خلالها أنك تنافس على مختلف الألقاب في الموسم فطبيعي أن أنت بتدارع لعيبة المميزة جوا مصر كام لعيب مميز جوا مصر أو يفرق عن اللعيبة اللي عندك قليلين ومحدودين للغاية اتنين تلاتة على أقصى تقدير الأهلي تحرك أنه يحاول يتعاكم معهم لا أكيد تحرك النادي الأهلي لكن اتصدم الناس في النادي الأهلي وكلمنا في الكلام ده قبل كده أن الطلبات فيها بشكل كبير جدا حتى في إطار الصفقات التابدولية بتطلب لعيب يتقل لك أنا أعيز أربع لعيبة تيجي تطلب لعيب بعينه من نادي تاني يقول لك أصل تلاتة مليون وخمسة مليون دولار وحاجات غريبة كده بنسمحها فتيجي تطلب لعيب تالت يقول لك أصل مش عايف كم مليون جنيه فالأهلي قال لك لا وحنا كده كده الكلام ده ما ينفعش أوه احنا محتاجين لعيبة عايزين ندعم الصفوف في نواقص عايزين نشتغل عليها عشان نبقى جمدين في السنة اللي جاية لكن في نفس الوقت لا أنت مش هتجبرني إن أنا أدفع مبلغ كبير مع لعيب قريب قوي قوي من اللاعب اللي عندي في مركزه فلا طبعا النواهب كلها متقربة المستويات كلها في مصر متقربة فالأهلي لجأ ناحية أمريكا اللاتينية شوي جاب مين؟ جاب برونو سافيو بعد ما جاب برونو سافيو عرف ونجح إنه هو جيب مثلا شادي حسين ومصطفى ساعد من الوارد إنه يتمل إعلانة عن بعض الصفقات الأخرى من الوارد خلال الفترة اللي جاية فده اللي خلال الأهلي إنه هو يتجه اتجاه تاني جيب لعيب قوياتي عالي بأسعار معقولة وفي نفس الوقت يضيف للفرقة وفي نفس الوقت اللي عملوا النادي الأهلي السنة دي راح الأسعار والأرقام مبلغة فيها بشكل كبير جدا جدا فدي حاجة تحصل بالنادي الأهلي وحيحس بها مختلف الأندية في مصر خلال الفترة اللي جاية في الحقيقة طيب خلينا نروح لالترند المحلي بالتحديد بعد ما خلصنا ترند الأهلي وبعض الأخبار المهمة نروح للوطن سبورت وفيتوريا بيطلب إقامة ودية ثانية في معسكر نوفمبر ومفوضات مع الكويت إحنا هنلعب بإذن الله بلجيكا ده خلاص تم الاتفاق عليه والأمور حسمت وتقابل بلجيكا يوم 18 نوفمبر فعفوا فيتوريا بيحاول أن يبقى فيه مطش تاني قبل يوم 18 مع الكويت أو كان يقال كمان أسباكستان من المنتخبات اللي ممكن تلعبها لكن لحد دلوقتي المفوضات قائمة مع الكويت عشان تقابل المنتخب بتاعهم وتستعد الممورات بلجيكا وهو معسكر مؤم جدا الناس كلها طبعا بتستعد الكاس العالم أو بعض المنتخبات تستعد الكاس العالم شرف تنظيم كاس الأمم الأفريقية ويمكن الجزائر والمغرب بخلاف أيضا جنوب أفريقيا دخلها في القصة وسنغال لكن الأقرب يا جماعة هتكون المغرب يعني بشكل كبير جدا جدا المغرب هي اللي هتنظم بتولية الأمم الأفريقية 20-25 طيب نروح لكرة بلس واحد من نجوم الأهل الصابقين اللي احنا بنحبهم جدا ومنقدرهم ومنقدر مجهودهم على مدار يعني أربع خمس سنين مع نادي الأهل مليئة بالإنجازات والبطولات والأداء المميز من جونيور أجايي نجم الأهل الصابق واللاعب الحالي لفريق سموحة واللي تعرض فيه أو ليه كسر بسيط في قدمه وعمر الغنمي نائب رئيس نادي سموحة وضح الإصابة وقال أنه سيغيب ثلاث أسابيع عن الملاعب أو بعد الثلاث أسابيع سيعمل الجراحة وبعاكية يغيب شهرين ونص على الملاعب نتمنى له الشفاء السريع الجونيور أجايي ويرجع بسرعة للملاعب لأنه لعب عنده موهبة ولعب مميز جدا وأكيد جمهور النادي الأهلية بيحبوا نتمنى له التوفيق والشفاء سريعا بإذن الله ده كان التريند المحلي خلاننا نروح لفاصل سريع بعدين نجحنا أهلا معكم مرة تانية تعالوا نشوف تريند العالمي وأهم الأخبار بالتحديد فيه الشك العالمي ينتدي به في الجول وهي ساوهم على تويتر ولي بتكلمه على أن أرون رامس ديل طبعا حارس أرسنال مميز كان لي بعض التصرحات بيشيد بيها أو من خلالها بمحمد النني من خلال قناة بي تي سبورت الإنجليزية وبيقول أنني أحد ألطف الأشخاص الذين قابلتهم في حياتي وبيتكلم بيقولك لا يمتلك عظمة واحدة سيئة أو يعني ما فيش حاجة وحشة فيه يعني هو من النوع الذي تحتاج لتوجده في غرفة الملابس يعني الراجل بيشيد بالنني جدا والنني طبعا معروف جدا أخلاقه وتدينه ويعني التزامه الكبير جدا بصراحة سواء داخل الملعب أو خارج الملعب فبيلقى إشادة كبيرة من زميله طيب ESPN وحسابه على تويتر بيتكلمه على أن آخر مواجهة واجه فيها إيرلينج آلاند مع ليساندرو مارتينيز اللي هو مدافع منشستر يونيتد مارتينيز حافظ فيها على شباكه نظيفة وخرج بفوزه 4-0 آخر ماتش كان بين الاثنين السنائي ده قدر مارتينيز أنه يحرم آلاند من إحراز الأهداف وفي نفس الوقت كسب هذه المباراة 4-0 بكرة هتبقى مواجهة نارية بين السنائي ده بصراحة يعني ماتش مانشستر يونيتد وهي مانشستر سيتي ماتش اللي هيكون الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الناس كلها هتتتركب وتنتظر هذه المباراة نبتدي ونكمل بي اليوم السابع ونروح لهالاند يحذر مانشستر يونيتد لأن يوقفني أحد بالدور الإنجليزي بصراحة هالاند هو إن كون أن أنت بتلعب كرة أصلا بصراحة يعني ده عدم تكافؤ فرص الرجل بيجيبي جوان من قبل ماتش يبتدي حاجة غريبة يعني ممكن الماتش يبتدى كده واحد سفر مثلا مانشستر سيتي أو اللي جاب الجون اتنين سفر ممكن تلاقي جاب الجونين أو جاب جون منهم فموهبة تهدفية غير طبعية غير طبعية بصراحة فطبعا صعب جدا إيكاف هالاند حتى لو من مارتنس لكن برضو في كل الأحوال الرجل عنده 11 جون في 7 ماتشات في الدول الإنجليزي بداية خارقة يعني فهنشوف الماتش بكرة أكيد هنستمتع به جدا طيب على الجانب الآخر وده من حساب EPL World على تويتر قال هاري كين سجل 44 هدف في دربيات لندن في البرامل ليج 14 منها ديد أرسنال أخيرهم هدف النهاردة من درب الجزاء في المباراة اللي انتهت بنتيجة 3-1 لأرسنال جولوا حسابهم على تويتر بيكلموا برضو على هاري كين وبيقولوا إيه؟ بيقولوا إن هاري كين بهدفه على أرسنال أصبح أول لعب يسجل 100 هدف خارج أرضه سبعة منها كانت من خلال رجالات جزاء أمام أرسنال أرقام الكياسية دايماً لهواة الأرقام دايماً بيحبوا يعرفوا هذه الأمور المهمة ويعرفوا التفاصيل طيب نروح لخبر آخر وده من حساب بطولات حالة تويتر واللي بيتكلموا عن تصراحات لأنشلوتي بيوضح فيها موقف بنزيمة ومودريتش من مباراة ريال مدريد قال بالنسبة لبنزيمة يعني إصابته مش خطيرة وممكن يكون أسباب انخفاض مستوى أنه هو مجهس بشكل جيد للموسم الجديد لكن أنا متأكد أنه هو هيرجع أفضل مما كان مودريتش برضو إصابة بتاعته مش خطيرة وممكن يشارك في مباراة شختار يعني في التدريبات الأول ويشارك في مباراة شختار في دورة أبطال أوروبا باسكس حنشوف موقفه إيه من مباراة شختار هل هيقدر يلحق ولا لأ دي تصراحات أنشلوتي وده كمان كان الترند العالمي تعالوا ناخد مشاركات حضراتكم على سؤال حلقة النهاردة وتوقعتكم لتشكيل الأهلي في أول مباراة رسمية للفريق مع كولر بإذن الله تعالى أعتقد أنه ده التشكيلة أو دي التشكيلة المتوقعة بختلف معاك يا عمر فلنا كمان نروح ليوسف كاركر قالك الشنوي عبد المنعم ياسر إبراهيم أكرم معلول السلية ديانج أفشا سفيو طاهر شادي حسين ماشي نروح لتفاعل آخر من مصطفى محمد قالك الشنوي معلول عبد المنعم ياسر أكرم السلية ديانج عبد القادر أفشا سفيو وشادي وكمان محمد شعبان قال الشنوي معلول عبد المنعم ياسر إبراهيم أكرم توفيق السلية ديانج شادي حسين أفشا برونو سفيو ومحمد شريف وبيعتقد أنه هو ده التشكيل آخر تفاعل معانا ده من خلال سامح فراج قال الشنوي معلول عبد المنعم الرامي محمد هاني حمدي فاتحي ديانج السلية عبد القادر شريف وشادي دي كانت تفاعلات حضراتكم وتوقعاتكم من تشكيل أهلي في الموسم الجديد مع انطلاق أول مبرى بإذن الله تعالى يوم 9 أكتوبر المقبل قدام فرق التحالي المنسيلي في زهاب دور 32 إن شاء الله الأهلي يكون موفق دي كمان كانت حلقتنا النهاردة من الترند ليس لدينا المزيد وغدا كل الجديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنونا إلى اللقاء